في صباح يوم هادي ولطيف كانت مدينة لشبونة البرتغالية قد استيقظت في سلام وحب تحف بها السكينة ويحيط بها الهدوء والأمان وبالرغم من أنها كانت سنة 1755 يعني مرة زمان إلا أن مدينة لشبونة وقتها كانت واحدة من أجمل وأكثر المدن حضارة وتقدما حول العالم كان فيها العلم والفن والتطور المعماري والرسم والنحت والشعر والغناء والصناعات بلست الكلام يا جماعة المدينة كانت مرة متطورة وكانت من أجمل مدن أوروبا في هذه الفترة في سنة 1755 يا جماعة الخير كانت لشبونة قد استيقظت على يوم عيد جميع القديسين وهو يوم واحتفال ديني عند المسيحية يوم طبيعي وسماء صافية وشمس مشرقة وصافح القلوب الأمهات الصاحيات من بدري اللي جالسة ترضي عيالها واللي جالسة تلبسهم واللي جالسة تطبخ واللي جالسة تتكشخ والأباء والأطفال كانوا منتشرين في الشوارع مستعدين لهذا اليوم ولما اقتربت ساعة الاحتفال بهذا الحدث الديني انطلق معظم أهل مدينة لشبونة إلى الكنائس نساء وأطفال رضع أباء وأمهات شباب وشابات صغار في السن وعجائز وشياب بدأت مراسم الاحتفال الديني في الكنائس حوالي الساعة التاسعة صباحا ومر الوقت ولما وصلت الساعة تسعة وأربعين دقيقة فجأة وبدون أي سابق انذار حصلت كارثة ليست كأي الكوارث على الإطلاق بل إنها صنفت ضمن أكثر الكوارث الطبيعية فتكا وتدميرا في تاريخ الكرة الأرضية زلزال مفاجئ يا جماعة الخير يضرب مدينة لشبونة في عشر دقائق بس من بداية الزلزال البيوت انهارت الكنائس سقطت أسقفها على رؤوس المصلين المحلات والفنادق والمتاحف انهارت تماما الأرض بدأت تنشق وصارت تبلع كل شي يجي في طريقها من بشر من خيول من عربات كل شي يجي في طريقها كانت تبلع بل إنه حتى في مستشفى ملك كبير في لشبونة انهار تماما على رؤوس الأطباء والمرضى اللي داخله أنا عارف عزيزي الوجيه أنك الحين جالس تقول واو إيش الفيلم الحلو هذا يا وجيه عطيني عطيني اسمه بالله والله ماهو فيلم والله إنها واقعة تاريخية حصلت في يوم ما وفي مكان ما على هذه الكرة الأرضية كل شيء انهار في مدينة لشبونة وقتها ماتت آلاف مؤلفة من الناس في بداية الزلزال واللي نجوا منهم خرجوا إلى الشوارع والطرقات البيوت معت صارت أمان الأصقف صارت تطيح الكنائش صارت تدمر المكان الآمن الوحيد إنك تخرج للشارع ولما بدأوا يخرجوا للشارع الأرض انشقت وبدأت تبلع الناس وإنه روح يا ناس البيوت جالسة تتساقط الأرض جالسة تنشق وتبلعنا قال قائل منهم خلونا نهرب إلى الشاطئ هو أكثر منطقة آمنة ومفتوحة وبعيدة عن المباني أكيد إن الشاطئ رح يكون مكان آمن وملاذ جدا ممتاز وبدأ الناس بالجري والركض إلى الشاطئ بكل سرعتهم أم شايل طفلها الرضيع وهو جالس يرضع من صدره وتجري إلى الشاطئ أب شايل طفلة على ظهره ويجري إلى الشاطئ أطفال يركضون ووجوههم مليانة دموع رجل طاعن في السن يتوكأ على عصاته ويحاول يوصل إلى الشاطئ قسيس نجا من أحد الكنائس وبرضو جالس يجري متوجه إلى الشاطئ كل أصناف البشر في مدينة الشبونة حاليا بدأوا يتوجهون إلى الشاطئ وما إن وصلوا إلى الشاطئ وشافوا الأمان والاستقرار معاد في مباني معاد في أرض مشقوقة أمورنا هنا في السليم هذا هو الأمان خلونا نبدأ نجمع نفسنا هنا ونلملم شتاتنا إلى انتهدأ الأوضاع ونشوف إيش نسوي ولكن فجأة إذا بصوت عالي يصرخ الشاطئ يا جماعة الشاطئ إيش فيها الشاطئ ما أحد فيه موية وإن البحر البحر اختفى لا تقول يا وجيه أي نعم إنه تسونامي وبالفعل البحر انسحب على إثر الزلزال وبدأ يرجع إلى الشاطئ وإلى مدينة الشبونة على شكل تسونامي أو أمواج عالية جدا ومو بس أمواج في روايات تقول إنه الناس كانت تشوف سفن طائرة تخيل إنه البحر يشيل السفينة ويرميها يا سات وما أن وصلت الأمواج والسفن إلى الشاطئ من جديد إلا وأغرقت كل من كان على الشاطئ اللي مات غرق واللي ارتطم بالسفن واللي ارتطم بالجدران المياه وصلت إلى جزء كبير من مدينة الشبونة مات من مات وسلم من سلم من هذه الكارثة الثانية اللي باقي عايشين يستمروا بالصراخ وين نروح يا ناس؟ البحر أمامنا والزلزال خلفنا والشقوق بيننا وين نروح؟ أوه الزلزال بدأ يهدى الزلزال معادلو حس البحر بدأ يهدى يلا نرجع للمدينة أنا الأوان نرجع للمدينة ونشوف أهلنا ونشوف مين اللي بخير ومين اللي مو بخير ونشوف إش صار في لش بونا بعد الزلزال والموية والسونامي اللي صار هذا ولما بدأ الناس بالركض مرة ثانية ومسرعين ناحية المدينة إلا وصارت مصيبة ثالثة إيش فيه يا وجيه؟ إيش فيه كمان؟ الزلزال دمر المباني وأسقطها وأكيد كان فيه نار هنا ونار بسيطة هناك وشعلة كبيرة هناك المدينة بدأت تحترق وبدأت تنتشر النيران في كل أرجاء المدينة لك أن تتصور المنظر اللي كان وقتها شخص يصرخ تحت أحد المباني أنقذوني شخص ثاني محاصر من النيران وجالس يطلب النجدة طفلة تصرخ تدور على أمها طفلة ثانية تصرخ وهي ماسكة يد أمها أطراف شلاء رؤوس أجسام متناثرة في هذه المدينة مدينة لشبونة يا جماعة وفي غضون عشر دقائق تقريبا تحولت من واحدة من أجمل المدن وأكثرها تطورا في هذاك الزمن وفي أوروبا إلى مدينة منهارة تماما ومحروقة عن بكرة أبيها إلى واحدة من أكبر المقابر الجماعية على وجه الأرض فلا مباني ومتاحف ظلت واقفة ولا قصور وكنائس حمت الناس ولا حتى سفن وشواطئ قدرت الناس تهرب لها كل شي فيه لشبونة تقريبا طمست ملامحه انتهى الزلزال على خير الموية استقرت الحرائق انطفأت بدأت عمليات الإنقاذ وإخراج الناس من تحت الأنقاذ الأحياء منهم والأموات ولكن للأسف لما الناس توقعت أنه خلاص هذه المصيبة انتهت بدأت مصيبة جديدة الزلزال حرر المساجين السجناء خرجوا قتله وسارقين ومغتصبين صاروا أحرار الآن وما في أي رادع لهم بدأت عمليات النهب والسرقة وربما القتل والاعتداء صارت أشياء كثيرة بعد ما هرب السجناء من سجونهم ومباشرة بعد هذه الفوضى بدأ ما تبقى من الحكومة والناس بالقبض على هذول المجرمين وتم إعدامهم مباشرة اللي يمسكوه في جرم مشهود على حبل المشنقة ما في وقت لمحاكمات ما في أي وقت يا دوبك نرجع نتشافة من هذه الكارثة تخيلوا أنه تم تقدير عدد الموتى في هذاك اليوم المرعب وما في رقم محدد للأمانة لأنه الموضوع مرة قديم ولكن يقولك أنها ما بين 70 ألف و100 ألف إنسان انتهوا وماتوا في هذاك اليوم وأكثر من 15 ألف مبنى إنهار تماما من بيوت ومباني تجارية وكنائس ومستشفيات وقصور 85% من مدينة لشبونة صارت عبارة عن لا شيء سوى الدمار طبعا الزلزال هذا ما كان في البرتغال بس أو في مدينة لشبونة كي هو بدأ من لشبونة أو بدأ في البرتغال ولكن انتشرت آثاره إلى أماكن كثيرة حول العالم أو حول المنطقة بالتحديد وصلت إلى شمال أفريقيا وإلى أجزاء من أوروبا بل إنه وصل إلى المغرب ويقال إنه في ناس في المغرب تقريبا عشرة آلاف شخص ماتوا على إثر هذا الزلزال طبعا زلزال زي كذا وفي يوم مقدس مستحيل يعدي على خير على عقول البشر الناس المتدينة هناك بدأت تسأل نفسها هل إحنا على الدين الحق؟ طيب لو إحنا على الدين الحق ليش تحصل كارثة زي كذا في واحد من أهم الأيام الدينية؟ أسئلة كثيرة بدأت تنطرح هذه الفترة أعداد مهولة تركت الأديان وصارت ملحدة فضلا عن إنه في ناس بدأت تبحث عن أديان ثانية ديننا يمكن ما هو صح خلينا نبحث عن أديان ثانية فتنة عظيمة انتشرت بعد هذه الكارثة فضلا عن إنه بعض المتدينين قالوا إنه هذا الزلزال بسبب كثرة الذنوب والمعاصي وإن هذا عقاب من الله غير إنه بدأت تظهر موجات تنويرية غير إنه الفلاسفة بدأوا يطرحوا أسئلة كثيرة وينشروها ما بين العالم فتنة يا جماعة حصلت ما الله بها عليم في هذه السنة ببساطة يا جماعة الخير زلزال لشبونا الكبير تغير ملامح العالم في هذه الفترة كتبت على إثره قصائد وأشعار وقصص وروايات وأغاني ومرثيات ويظل زلزال لشبونا واحد من أكثر الزلازل فتكا في تاريخ البشرية إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو كم معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر